قصة الحديث لهذا اليوم هي مهمة جدا الأمم المتحدة دائما ما تدخل يعني خشمها بأمور ما تعنيها خصوصا بالعراق المفاوض السامي لأمم المتحدة في العراق يقول نطاق واستمرار حملات الاعدام التعسفي في العراق قد تشكل جريمة ضد الإنسانية المقررون الخاصون جنيف 27 يونيو حزيران 2024 قال خبراء في مجال حقوق الإنسان اليوم أن عمليات الاعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية أنت شعليك يعني تشعليك يعني ما أعرف ضد السجناء المحكم عليهم بالاعدام بناء على اعترافات يعني مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية أيضا يقول أننا نصر على أن معظم الجرائم المفصلة في المادتين الثاني وثلاثة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والتي يحكم على أساسها الأشخاص بالاعدام لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة مما يجعل عمليات الاعدام هذه تعسفية بطبيعتها قال الخبراء أن الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الاعدام وخاصة ضد الذكور العراقيين من السنة أمر مثير للقلق العميق أيضا لدينا بيان من قبل الحكومة العراقية يقول طلعت الحكومة العراقية على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يكرس متابعته لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق الإرهابيين المحكومين وفق القانون العراقي النافذ الذي جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقهم ومن أجل صياغة صورة شاملة غير مشتزئة وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون ومراعاة حقوق الإنسان وقرروا أنه يصير من وزير العدل ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ودارة حقوق الإنسان أنه تفتح تحقيق بهذا الموضوع ويعني راح ترد رد رسمي يعني تتولي أعداد الرد الرسمي للحكومة العراقية وعن المعلومات والمصادر اللي راح تكون موجودة من استنتاجات هذا الفريق وهذا التحقيق ترجمة نانسي قنقر